وبعد وقوفنا على أسس العلمانية ومقوماتها فهل لهذه الأسس من آثار على موقف العلمانية من الإسلام نعم إن موقف العلمانية من الإسلام موقف الرفض تماما من حيث عقيدته وشريعته وعبادته وأخلاقه ومن هنا فإنها لا تقف موقفا محايدا من الإسلام وإنما كان دائما موقفها هو موقف الصدام تصطدم العلمانية مع الإسلام في شرائعه المكونة من العقيدة والعبادة والأخلاق والشريعة وهذا ما سنتعرف عليه باختصار أولا موقفها من العقيدة إن عقيدة الإسلام كما نعلم تقوم على العبودية الحقة لله عز وجل بينما العلمانية ترفض العقيدة الإسلامية من حيث اتخاذها أساسا للانتماء والولاء كما أنها ترفض العقيدة من حيث أنها تفرض على أبنائها النزول على حكم الله عز وجل وهذا ما يرفضه الإسلام في الأولى يقول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وفي الثانية التي يفرض الحق تبارك وتعالى على أبناء هذه العقيدة النزول على حكم الله يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى لحبيبه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهكذا كان موقفها من العقيدة أما موقف العلمانية من الإسلام من حيث عبادته فإنها كذلك لا ترفض الإسلام أو عبادته باعتبارها عبادة وشعائر وإنما ترفضها من حيث كونها جزءا من مكونات الإنسان فلا تجعل لهذه العبادة أهميتها كما أنها لا تنظم حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية تنظيما يسر على المسلم حياته وإنما تقوم على المطامع وعلى الأهواء يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما العلمانية فإنها عكس ذلك تماما أما موقفها الثالث من الأخلاق فإنها لا تقيم للأخلاق الإسلامية وزنا حيث إنها تريد أن تكون العلاقة بين الناس قائمة على الأخلاق التي تقوم على الأهواء ولا تنتظم سلوكيات الناس مع تعاليم السماء إن العلاقة بين الجنسين أقامها الإسلام بتعاليم الله تبارك وتعالى على حد وتشريع ينظم للإنسان حياته بينما العلمانية تقيم للعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تقوم على الانفتاح لا على تعاليم السماء إنها لا ترحب بأفكار الإسلام بل تدع الحبل على الغارب للجنسين أما موقفها كذلك من التشريع فإنها ترفض الشريعة تماما ولا تتعامل مع تشريعات الإسلام بالقبول بموقف محايد كما يدعي أتباعها إن العلمانية لا ترى للتشريع مجالا ولأنها إذ تسامحت مع الإسلام وتشريعاته فإنها وإن اعترفت بحق الله تبارك وتعالى في التشريع إلا أنها تجعل للإنسان حق النسخ في التشريع إذن تقيم للإنسان وزنا فتجعله قادرا على التدخل في التشريع وهذا ما يرفضه الإسلام إذن ما موقف الإسلام منها هذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم